موسيقى 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 بمدافع برايتن اللاعب الأسباني مارك كوكوريا وكتبت سباق 45 مليون جنيه استرليني من أجل مارك أما بقى صحيفة لوكيب الفرنسية فركزت على نهاية دوري أبطال أوروبا وكمان أشارت لتعادل أكسير وسعمت تدفعن واحد واحد في ذهاب ملحق السعود أو البقاء في الدرجة الأولى الفرنسي وكتبت لقاء الإياب سيكون ساخنا نروح بقى للصحف الإيطالية وصحيفة كوراري دالي سبورت اللي ركزت على احتفالات روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت روما في الحافلة المكشوفة على الشوارع التاريخ كمان هتمت بمستبع الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت ديبالا في منزل انتر ميلان موسيقى دي كانت جولة سريعة في الصحافة العالمية النهاردة خلونا نروح للفاصل السريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية موسيقى